لم يعندك ذكريات يوم الجمعة تحديداً في لامة العيلة؟ طبعاً أنت راجعتيني سنين طويلة قوي الورا كانت جدتي والدتي هي اللي كانت دايماً تلمنا وتجمعنا خصوصاً يوم الجمعة ده بعد الصلاة لازم كل البيت يبقى مليان ما تعرفش تتحرك فيه كتير أنا فاكرة بس أهم حاجة أنه الضحكة هناك أو الخبر الحلو هناك بيبقى فرح كلنا بنفرح ولو في حاجة تزعل بتلاقيها باقت صغيرة قوي عشان تحسنها تكسرت اتقسمت علينا كلنا في اللي بيطبطب وفي اللي بيفكر في حل وفي اللي بيقول كلمتين حلوين يعني اللامة حلوة قوي ونلعب كوتينة ونلعب شطرانجو ودايماً كنت بأخسر فيها لا كانت أيام حلوة قوي بس للأسف زي ما قلتوا من شوية التكنولوجيا والغربة والشغل لاهت الناس عن حاجات كتيرة قوي بتحزننا دلوقتي إن احنا مش قادرين نعمل ده للأسف يعني بس الترابط الأسري يعني حاجة مهمة لازم اللي تكون موجودة جداً جداً